وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 594 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 824 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط قرابة 45 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 614 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 165 طن أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 918 قضية من بينها 207 قضايا خبز ناقص الوزن و207 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات